النهاردة هنعمل الجبنة القريش في البيت بدون منفحة وبدون اي تعائدات هنعملها بطريقة سهلة جدا وبدون حصيرة كمان بقى سهل طريقة هنعملها مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة عندنا فيديو جامد جدا جميل جدا ان شاء الله هيعجبك خليكي معي الاخر الفيديو لأول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وكمان فعالي الجرس علشان يوصل للكل جديد وحطي لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عندي آآ تلاتة كيلو من اللبن جاي بيهم من عند لبان المهم تكوني اللبان ده وتقاوز سوبر ماركت اوز آآ يعني لو حد فلاح مثلا واحدة فلاحة بتتعاملي معها تكوني ضمنة بس اللبن بتاعها اهم حاجة تضمني اللبن بتاعها ان هو بخيره مش مخشوش تمام عندي كده تلاتة كيلو من اللبن عندي الحلة ديت انا وهي فضي خدتها على النار سخنتها جدا وبعدين جبتها فضيت فيها اللبن عندي كمان الفرن انا شغلته لمدة عشر دقايق وتفيته تمام يبقى الفرن شغلته عشر دقايق وتفيته والحلة دي كانت سخنة وفضيت فيها اللبن وهغطيها كده وهدخلها في الفرن اللي هو دافي والنار بتاعته مطفية مش شغالة الفرن دافي بس لغاية تاني يوم كده تاني يوم قعدت اربعة وعشرين ساعية لو انا حطيتها النهاردة الصبح بكرة الصبح هطلعها من الفرن تمام بالليل يبقى بكرة بالليل هطلعها من الفرن خلاص ما نهزش الحلة ولا نيجي جنبها خالص بصي اللبن بقى جبنة معي اهو شايفة بقى جامد جدا عامل زي الزبادي او زي الجبنة متمسك جدا هنبتدي بقى ناخد الاشطة بتاعته او الكريمة اللي طلعت منه بصي ما شاء الله عشان كده بقولك لازم تجيبي اللبن من عند حد مضمون علشان يديكي كمية كريمة او او زبدة كتيرة جدا بصي ما شاء الله الصمكة قد ايه يعني اه بجد حاجة جميلة جدا فاهم حاجة انك تكوني ضامن اللبن اللي انت شارياه هناخد بقى الاشطة دي او الكريمة دي ديت يا جماعة اللي بنعملها سمنة فلاحي سمنة بلدي تمام باخدها كده بعبيها في علبة لما العلبة دي بتتمالى معايا بيبتدي ان انا اكورها افصل منها الميا اللي فيها وابتدي احطها على النار وبعملها سمنة بلدي تمام كده يبقى انا ديت الكريمة بصي طلعتلي حوالي ربع كيلو او اكتر كمان من الكريمة آآ وديت زي ما قلتلك اللي بنعملها اللي بنعملها سمنة بلدي هبقى اعملها معاكي في فيديو تاني ان شاء الله باسهل طريقة. خلاص انا ممكن مكون ما بشتريش سمنة من برة غير قليل قوي لان انا دايما آآ باخد بش اللبن بشيله آآ سواء بقى لبن هغليه او هعمله جبنة. بعد كده جبت مصفة تحتيها بولة وجبت عليها شاشة والشاشة دي انا مخصصاها او القماشة دي للحاجات دي وبعد كده فضيت الجبنة. خلاص. الجبنة دي هنعملها جبنة قريش طبعا. فاآآ هنربط كده الشاشة بتاعتنا وتحتيها مصفة. والبولة لازم تكون كبيرة علشان المية طبعا اللي هتنزل منها ما تبوزلكش الرخامة او تبهدل المطبخ. طبعا اللي بينزل ده اسمه شرش ده بنعمله في المعجنات مش بنرميه. بيبقى حلو جدا في القرص الفلاحي او في اي معجنات. تمام ممكن تعملي بيبيتزة عادي خالص. هربط كده الشاشة بتاعتي وححط اي حاجة تقيلة فوق الطبعا انا الشرش ده هاخده دلوقتي هشيله هسيبها تصفي بقيت ميتها. لو عندك بقى كيس في بطاطس في بصل حتي فوقها. يعني اتنين تلاتة كيلو كده حتي فوق الجبنة. خلاص? وهنسيبها كده. انا هنا كده بالليل هسيبها للصبح. هتقوليه بس ده بياخد وقت. لا والله مش وقت ولا حاجة. هي اه خطواتها كتيرة بس مش بتاخد مجهود ولا وقت ده. كل ده في سواني. يعني انت كل شوية بتعملي حاجة في ثانية. مرة فضيتي اللبن. وشيلتي مرة تانية اه شلتي القشطة. وصفتي الجبنة في المصفة. يعني خطوات بسيطة خالص ما بتاخدش مجهود ولا تعب. بصي دي كده المية اللي نزلت اهيه. بصي لونها تغير ازاي? دي بقى مش بنستعملها. دي بقى ممكن نحط فيها نزود بيها المش او اي حاجة. انما الشرش بنعجن بيه. خلاص? طيب انا كده تاني يوم اهي الجبنة معي صفت ميتها كلها. هجيب بقى بولة. خلاص وحفضي فيها الجبنة. وآآ ممكن على فكرة تستعمليها كده وتقطعيها مقعبات وخلاص يعني. مش لازم تشكليها آآ وتعمليها رول يعني رول يعني برحتك خالص. حتي بقى لايك للفيديو لأول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة علشان يوصل لك جديد. خدت ربع معلقة من الملح. والملح يا جماعة اختياري فيه ناس ممكن ما تحطش ملح خالص على الجبنة اللي هما مسلا داختهم عالي. فيه ناس آآ بتحب الجبنة عدمة فيه بتحبها ملحة فيه وسط. ده بقى حسب الرغبة يعني ده انت وزوئك في الملح. خلاص? حطيت الملح وقلبتها كده كويس جدا جدا. وبعد كده هجيب بقى قماشة تانية. دي طبعا نديفة غير اللي انا كنت عاملة فيها الجبنة من الاول. انا طبعا القماش ده بيبقى عندي كده كتعتين بخليهم للكسقوسي وللجبن وللحاجات دي. بصي بقى آآ حفرت بقى الجبنة كده وهعملها رول. طبعا ده لو انت معندكش حصيرة يعني مش لازم حصيرة خالص. انا معنديش حصيرة ومش هجيب حصيرة لان هي برضو ملهاش اي استخدام عندي. فانا مش هجيب حصيرة اصلا. انا عندي كده آآ يا اما هعملها كده بالشكل ده. يا اما آآ هحطها عندي مفرش كده مش مفرش. يعني مفرش عامل زي الحصيرة تقدمي عليه الحاجة يعني. عامتيني. هو خشب كده. فدوت برضو هشكلها بيه. فلو ما عندي كيش هتعمليها كده بالشاشة عادي خالص. هتلب فيها رول وتتغطي عليها علشان تاخد شكل الا استوانة كده وبعد كده هنقطعها آآ بالسكينة اهو. ممكن طبعا تعمليها كده. ولو عندك المفرش ده ده مفرش خشب كده مش حصيرة تقدري آآ تشكلها بيه برضو عادي خالص. فانا وريت كهولة اتنين علشان ما تحتاجش للحصيرة وآآ يعني باي حاجة. ممكن اصلا آآ تقطعيها مقعبات زي ما شفناها كده بعد ما سبناها ليلة. وخدت شكل مدور كده تقطعيها مقعبات وبردو هي جبنة قريش عادي خالص. اهم حاجة بس هنضغط عليها كويس. وبعد كده هنقطعها بالسكينة. آآ ونشلها في التلاجة خلاص بقت جبنة قريش معيكي زي الفل. وطبعا استفدنا بالزبدة. وهي كده جبنة بخيرها على فكرة. غير اللي بنشتريها بره من بره خالص. بتاعت بره طعم ودي طعم تاني خالص. طبعا دي كريمي. وبخيرها وجميلة. طب بخيرها ازاي? واحنا اخدنا الوش بتاع آآ اللبن. برضو بخيرها. هما بره. طبعا بيعملوا حاجات تانية بحيس ان هما يطلعوا يعني اكبر كمية من القشطة دي. فبرضو مش بيتبقى بخيرها قوي. زي اللي انت عاملها في البيت. طبعا انا بعمل الفيديو ده. ده برضو هينفعنا في رمضان للسحور. وده برضو من تجهيزات رمضان. بس انا عملته بدري. علشان اللي يحب بقى يعمله. انت لو حطتي لايك للفيديو. الفيديو هيتحافظ عندك. وفي اي وقت عايزة آآ تطبقيه او تعمليه. هتلاقي الفيديو محفوظ عندك يعني. تمام? الفيديوهات اللي اللي هي عجبتك. اللي انت دست عليها اعجاب هتلاقي الفيديو معيهم. خلاص بصي بقى دي الجبنة القريش بتاعتنا. زي ما قلتلك طعمها جميل جدا. على فكرة ممكن تعملي كمية كبيرة وتخزنيها في الفريزر وتطلعي على قد استعمالك. وطبعا ممكن تشيليها في التلاجة وتستعملي منها. تقعد معاكي برضو ممكن اسبوع ممكن اكتر. ترامى التلاجة بتاعتك كويسة وبتحفظ الحاجة كويس. مش هيجرالها اي حاجة. شايفة بقى الجبنة بتاعتنا. ما شاء الله جميلة جدا. طبعا حاجة نظيفة انت عاملها بايديكي وضمنها آآ للي يحب يعمل. طبعا انا عارفة ان الجبنة القريش متوفرة برة كتير جدا. بس طبعا هي في البيت بتوفر. هي الجبنة القريش برة غالية. انت في البيت بتوفري وبتستفادي لو انت عايزة تعملي سمنة. وكمان حاجة بقى انت عاملها بايديك نظيفة وضمنها. انا الصراحة بحب اعمل حاجات كتير بايديا ما بحبش اشتريها من برة. وزي ما قلت لك ما فاش اي تعب ولا اي مجهود. هي سهلة جدا. شايفة بقى الجمال? ما شاء الله. طلعت لي بتاع اتنين كيلو جبنة. بسي. حتي بعلاقيك للفيديو. لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة علشان يوصل الكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.